السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم وحصة جديدة في الهندسة هذه المرة حل مسائل باستعمال العلاقات بين الزوايا تابع معايا الفيديو للنهاية هؤلت أفكار بسيطة وجميلة جداً وممكن تعملها بنفسك الهدف من الفيديو حل مسائل تتضمن زوايا متجورة ومتقابلة بالرأس حل مسائل تتضمن زوايا متتامة ومتكملة هنعرف ده معنى أي دلوقتي ثم إيجاد قياس زوايا مجهولة في شكل هندسي بسيط هنبدأ بنشاط بسيط كلنا الآن في الدفتر بتاعنا هنجيب الألم والمصدرة ونرسم خطان متقاطعاً هنرسم خطان متقاطعاً نتجيب المصدرة زي ما أنت شايف كده وترسم أي خط مستقيم بالمصدرة والألم والخط خلي الألم عمودي على عمودي على الدفتر أو على الورقة ونرسم خط متقاطع معاً وليكن بهذا الشكل بأي زاوية أوكي وروح سمي الزوايا دي وليكن زاوية واحد اتنين تلاتة اربعة واحد زاوية واحد واثنين وتلاتة اربعة وبالمن ألا إيس قياس كل زاوية زاوية واحد تساوي كم درجة وزاوية اتنين وزاوية تلاتة وقل لي إيه نادي إيه اللي هتلاحظوا لما تيجي تئيس الزوايا واحد واثنين وتلاتة واربعة سوف تلاحظ شيء غريب جداً نفس الكلام ده يريد كل سمعني دلوقتي يعمل التجربة دي ارسم أي خطين متقطعين وإيس الزواية الأربعة ستجد دايماً زاوية واحد وثلاتة دايماً متساويتين دي بنسميها زاوايا متقابلة بالرأس إذن إذا تقاطع خطان مستقيمان في النقطة فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان يعني زاوية اثنين يساوي زاوية اربعة وقياس زاوية واحد سوف تجدوا انه هو يساوي قياس زاوية الثلاثة اوكي اذا تعمل التجربة دي بنفسك وتأكد منها اذا الزوايا المتقابلة بالرأس هي ابنائي دايما متساوية وبنكتبها كده measure of angle 1 equal measure of angle 3 كذلك measure of angle 2 is equal to measure of angle 4 طيب الزوايا المتجورة ايه هي الزوايا المتجورة عبارة عن زاويتين بينهم ضلع مشترك بمعنى لو عندنا مثلا زاوية بهذا الشكل مثلا رسمنا منها زاوية مثلا اخرى هنعمل زاوية وزاوية كمان انا هرسم اسمحوا بايدي عشان السرعة الخطوط هتبقى معبوقة شوية لكن عشان لسرعة الحل بس هنرسم بدينا اهو المهم الزوايا دي يا جماعة زاوية متجورة الزاوية اللي قدامك دي زاوية واحد وزاوية اتنين هرسم بايدي اسمحوا لي الزوايا المتجورة زي كده زاويتان متجورتان مثلا زاوية واحد تجاور زاوية اتنين زاويتان متجورتان بينهم ضلع مشترك زاوية اتنين كذلك تجاور زاوية ثلاثة او اتنين وثلاثة متجورتين وواحد واثنين متجورتين الزوايا غير متجورة بيكونوا بعيدة عن بعض دي دول زاويتين زاوية اكس وزاوية واي دول زاويتين غير متجورتين متباعدتين عن بعض كذلك الزوايا بهذا الشكل غير متجورتين بصوا معاي لما ارسم يا جماعة مثلا نقطة طلع منها عدة أشعة زي كده زاوية واحد واثنين وثلاثة واربعة زاوية واحد واثنين متجورة اتنين وثلاثة زاوية متجورة أربعة تلاثة واربعة زاوية متجورة لكن واحد وثلاثة ليست متجورة واحدة لا تجاور تلاثة في بينهم زاوية تفصيلهم عن بعض زاوية اتنين لا تجاور أربعة فهمنا إزاي؟ إذن الزوايا المرسومة على خط واحدة دول زاويتين متجاورتين ومتكاملتين في نفس الوقت مجموحهم 180 درجة إذن الزوايا المتجاورة هما زاويتين بينهما ضلع مشترك والضلع المشترك يقع بين الزاويتين الزوايا المتتامة إيه معناها يا أبنائي؟ خلاص عرفنا عن إيه زوايا المتجاورة الآن؟ الزوايا المتجاورة زاوية جيران زي بيتين جيران جنب بعض يفصل بينهما حائط الزوايا المتتامة يا أبنائي هي الزاويتين لمجموحهم 90 درجة أي زاويتين مجموحهم 90 درجة سواء كانوا متجاورتين أو لا بنسميهم زاويتين متتامتين بص معايا لما يكون عندي معلش أنا هنسح تاني يا سيدي لما يكون عندي يا حبيبي بص معايا الزاويتين المتتامتين يعني إيه؟ يعني مثلا حاجة زي كده بص معايا لما نرسم زاويتين بهذا الشكل زاوية بهذا الشكل ثم نرسم هنا زاوية قايمة بالضبط أنا ممكن أتحكم فيها توقع 90 درجة هي شكلها 89 يعني سين هي 90 لأنها هي بصة حبيبي الآن الزاوية القايمة دي الأولى أنا أسمتها نصين بص معايا أنا أسمتها ليس نص في المستويين أنا أقصد أن أسمتها زاويتين الزاوية دي زاوية قايمة 90 درجة أسمتها زاوية جزئين زاوية إكس وزاوية واي بأي قياس أهو إكس وواي دي بنسميها زاويتان متتامتان زاوية إكس وزاوية واي زاويتان متتامتان لأن مجموحهم 90 درجة ممكن يكونوا متجاورتان بهذا الشكل وممكن يكونوا متباعدتان مفيش أي مشكلة بعيد عن بعض أنا أقول لك لو والله الزاوية دي ستين وزيد تلاتين الزاويتان ده المتتمتان آه نعم لأن ستين زاوية تلاتين يساوي 90 درجة مثلا يعني الزاويتان المتكاملتان هما الزاويتان اللي مجموحهم 180 درجة يعني بيكون عندك أصلا أصلا خط مستقيم كده وبتقسمه مثلا جزئين خط المستقيم من تعرفين قياس الزاوية المستقيمة 180 درجة فالزاوية دي مثلا 120 والزاوية دي 60 بأي تأسيم عندك الزاويتين اللي مجموحهم 180 درجة بنسميهم زاويتين متكاملتين اللي مجموحهم 90 درجة بنسميهم متتامتان بس اعرف المعلومة دي بتقدر تحل كذلك الزاويتان متكاملتان ممكن يكونوا متجاورتان زي اللي قدامك متجاورتان او بعيدتان عن بعض عاد زاوية هنا وزاوية بعيد عنها كده المهم يقول لي ان زاوية اكس وزاوية واي متكاملتان على طول اقول ان اكس زايد واي بتساوي 180 درجة اوكي دي افكار بسيطة لازم تعرفها تعالوا ننفذ الافكار دي في بعض المسائل الزاوية اللي قدامك دي زاوية متقابلة بالرأس اذا اي خطين يتقطعوا مع بعض على طول كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان فهنا بيقول لي اوجد قيمة اكس فانت بكل بساطة تقول تري اكس ماينس سيكس ايكول وان هندرد فورتين ازاي نحل؟ نحل بالعملية العكسية اوعى تنسوا حل المعادلات اهو زايد ستة زايد ستة اهو تلاتة اكس يساوي مية وعشرين اذا القسمة على ثلاثة الطرفين ينتج اكس يساوي اربعين درجة اكس يساوي اربعين درجة هذه اي قياس زاود اكس اذا الزاوية المتقابلة بالرأس متساوية في القياس كمل معايا الحل متساوية في القياس لذلك يمكن استعمال المعادلة ثري اكس ماينس سيكس ايكولز وان هندرد فورتين لإيجاد قيمة اكس اذا قيمة اكس يساوي اربعين درجة حلناها تحت شوفوا الامور سهلة وبسيطة جدا جدا هذا السؤال يقسم الشعاع اي جي الزاوية القايمة الى زاويتين او قياس زاودك هو قال لي اصلا ان الزاوية قايمة اهو دي اي اف الزاوية اللي قدامك دي قايم فكل اللي تقوله تقول كده ثري زاوية قايمة طبعا مقسومة جزئين يبقى اكيد مجموع الجزئين اللي قدامك تسعين درجة يلا حل المعادلة بالعملية العكسية وهتي قيمة اكس يلا هنا نفس الشيء الزاويتان الموضحتان متكاملتان اي مجموعهم مية وتمانين درجة على طول تقول كده اكس على اثنين ناقص اربعة زائد الخمسين يساوي مية وتمانين درجة وتحل امور سهلة امور بسيطة وحل المعادلات يعني الدرس ده بيجمع بين الهندسة الافكار الهندسية البسيطة على الزاوية مع حل المعادلات من الجبر يلا نحل واحدة مع بعض اكس على اثنين هتسالب اربعة زائد خمسين يساوي خمسين ناقص اربعة خلي بالك بنحل بالعملية العكسية يعني ايه عملية عكسية استاذ يعني المعادلة مكتوب فيها زائد اه ستة واربعين انت تعمل ناقص ستة واربعين على الطرفين انت تعمل العكس عدد ناقص نفسه صفر ازا اكس على اثنين يساوي يلا نطرح دي مع بعض عشر ناقص ستة اربعة ودي بقيت سبعة دي عشرة ودي سبعة ناقص اربعة تلاتة والواحد هننزله واحد ناقص صفر ه هنضرب طبعا لما تكون اكس مقسومه على اثنين دايما اضرب في اثنين اكس مقسومه على تلاتة اضرب في تلاتة دايما اضرب في المقام بتاع الاكس دي عشان تحلاها طبعا نضرب اتنين با 21 اكس يساوي اتنين فا اربعة بتمانية. اتنين فا تلاتة ستة. اتنين فاعد باتنين. ادي يقين. وهنا اعملوها بقى ماينت تيرتي سيكس ماينت تيرتي سيكس. يلا وقف الفيديو وحل بنفسك. تلاتة اكس هنا يساوي عشر ناقص ستة اربعة. ودي تمانية ناقص تلاتة يساوي خمسة. مش كده? بالقسم على تلاتة الطرفين. ينتج اكس يساوي خمسة على تلاتة واحد. وبقي اتنين فيها. اربعة عشرين على تلاتة يساوي تمانية. اذا اكس يساوي طمان طبعا. في شوفوا الامور سهلة وبسيطة جميلة ازاي? يلا نحاول ان تحل المسألة دي جميلة وفيها اا اا عدة افكار. اا بصوا يا جماعة. احاول ان تحل. زاوية واحد او ميشرف انجل وان يساوي اربع امتال ميشرف انجل تو. دي الجملة الاولى. ركزوا معايا في هذا السؤال. الجملة التانية الان زاوية واحد واثنين زاويتان متتامتان. متتامتان يعني مجموحهم كم درجة مين هيقول معايا? طبعا تسعين درجة. الجملة التالتة ان زاوية واحد وتلاتة زاويتان متقابلتان بالرأس. اه المعلومات كترت هنا طبعا متساويتان احنا خدنا. الجملة الرابعة والاخيرة ان زاوية تلاتة واربعة زاويتان متكاملتان. الخبر. ايه اللي اخبطة دي? اربع جمل في مسألة واحدة هنحلوهم ازاي? والسؤال اوجد خياس كل زاوية من الزاوية الاربعة. شوفوا يا ابنائي. اي حاجة صعبة او معاقدة او سؤال طويل نفككه واحدة واحدة ونحله هيكون بسيط جدا. تعالوا نبدأ بجملة من الاربعة والياكن الجملة دي. واحد وثلاتة زاويتان متقابلتان بالرأس. متقابلتان بالرأس يعني ناتجان عن قطع قطع خطين خطين متقاطعين صح ولا لا? قوم ارسم انت خطين كده. قادي ارسم خطين واي خطين تانيين اهو اهو. وتقوم راسم خط تاني بحيث يكون عندك زاوية متقابلة بالرأس. ايه رأيك? اهو. تخيل زاوية واحد وثلاتة. اعتبر دي زاوية واحد ودي زاوية تلاتة. ايه رأيك? تمام? دول زاوية متقابلتان بالرأس ومستويتان طبعا. تعالوا نكمل جملة من الجمل التانية. زاوية واحد واثنين متتمتان. يعني احنا قلنا متتمتان يعني مجموحهم ايه? تسعين درجة. تعالوا على زاوية واحد وارسم خط عمودي على زاوية واحد. عشان يكون اه اه متتمتان. عشان نجيب زاوية اتنين. شفت الفكرة جميلة ازاي? من واحدة واحد يز بقى زاوية اتنين واحد واثنين متتمتان يعني مجموحهم تسعين يعني يشكلان زاوية قائمة طيب نروح على جملة كمان تلاتة واربعة متكاملتان طيب تلاتة هنا اللي انتوا شايفينها اربعة هي الزاوية اللي جنبها طب انا عرفت ازاي ان دي اربعة احنا قلنا متكاملتان مجموحهم مية وتمينين درج اهو شايفين مية وتمينين درج انه دول بنسميهم يعني يعني بيكونوا زاويتين خط مستقيم شكلهم على خط مستقيم يعني متكاملتان باقي جملة واحدة الاول اللي هو زاوية واحد اربعة امثال زاوية اتنين زاوية واحد دي اربعة امثال زاوية اتنين يعني الشكل ده شكل توضيحي يا جماعة يعني اللي نرسمه ده زاوية واحد ادي زاوية اتنين او اصغر منها لا ده في الحقيقة ان زاوية واحد اربعة امثال زاوية اتنين يعني زاوية واحد دي اربعة اكس وزاوية اتنين دي اكس واحد. احنا دايما في الجمل دي. اللي بيجي بعد كلمة اربع امثال نفرده اكس. اللي بيجي بعد مثلي تلات امثال اربع امثال افرده اكس. وبعد ما تفرده اكس روح اقرأ الجملة من الاول هتلاقي نفسك بتحل صح. زاوية واحد او يساوي اربع امثال اكس يعني اربعة اكس. دي الزوايا اللي قدامك دلوقتي هنبدأ نحل واحدة واحدة. اول معلومة ان واحد واتنين متتمتان وهما الاتنين عندي. ادي اول جملة يا جماعة ان اكس زائد اربعة اكس ساي كام? ساي وتسعين درجة لان هو قلي واحد واتنين متتمتان. ازان خمسة اكس ساي تسعين. بالقسمة على خمسة. اكس ساي طمانتاشر. ادي اول وحاجة عارفناها. ان اكس ساي طمانتاشر درجة. قياس زاوية اكس ساي طمانتاشر. طيب اللي هي زاوية اتنين. طيب واحد يساوي كام? هنا مش شروف انجل تو وعرفناها خلاص. measure of angle 1 4 أمثال 4x يعني 4 ضرب 18 ماش كده 4 في 8 32 معنات 3 هذه القياس الزاوية الثانية زاوية 1 يساوي 72 طب مش 1 و 3 متقابلة بالرأس أكيد زاوية 3 هي الأخرى صح؟ بتساوي 72 بالتقابل بالرأس بالتقابل بالرأس مع زاوية واحد بالتقابل بالرأس مع زاوية واحد عرفنا خلاص زاوية 3 بقي زاوية 4 زاوية 4 مش احنا قلنا 4 تكمل 3 شايفين 3 أربعة متكاملتان الحاجة الأخيرة measure of angle 4 ساوي 180 الزاوية دي كلها ناقص الثلاثة اللي انت جبتها 72 إذن 180 قسطين وسبعين ساوي 108 درجات وده حل المسألة بالكامل أتمنى تكون الأمور واضحة عند الجميع دي مسائل جميلة من الكتاب عندك يلا نحلها مع بعض وقف الفيديو وابدأ بالحل وحاول تسبقني في الحل سمي كل الزاوية المجاورة للزاوية دول الزاوية دابلة هي الزاوية المجاورة لها روح الجارة على طول الجارة اللي جنبها هي اهو زاوية اكس طب الجارة اللي تحت من ناحية التانية اهو زاوية زد احسن طيب سمي رقم تمانية سمي زوجين من الزاوية المتجورة الزاوية المتجورة سمي زوجين لازم زوج الزاوية الاولى بالترتيب كده زاوية واحد زاوية اتنين اهو زاوية واحد وزاوية اتنين زاوية متجورة وايه كمان اهو زاوية اتنين وزاوية تلاتة طب مين شاطر يقول ينفع نكتب زاوية واحد وزاوية تلاتة زاوية متجورة ولا لا لا خطأ ازاي متجاورة في بينهم زاوية تفصل بينهم زاوية اتنين دي تفصل بينهم اذا ليست زاوية متجاورة ونمساح عن الحال اذا عندك زوجين فقط من الزاوية المتجاورة واحد واتنين واتنين واتلاتنا في هذا الشكل وممكن على فكرة في زاوية كمان متجاورة اقول لكم ايه شايف الزاوية المستقيمة اللي تحت دي زاوية المستقيمة اللي هي ان او اي كي. الزاوية المستقيمة دي متجاورة مع زاوية تلاتة. والزاوية هي نفسها كي او ان متجاورة مع زاوية واحد. لكن كفاية اللي اتنها كتبناهم. اه رقم تسعة ايه رأيوكو في رقم تسعة يا احبابي. اوجد قياس زاوية اكس. دلوقتي انا عاوزك ترسل تشوف الشكل ده ازاي. عاوزك تشوفه على انه خطين متقاطعين. ال دابليو وجي زد. ومن عند نقطة التقاطع جيرة سمنا شعاع جي اتش. مديني هنا الزاوية الصغيرة دي تمنتاشر. وعاوز قيمة اكس. الله بس اناين اكس هنا. الزاوية المقابلة لها بالرأس هي دي. مش التمنتاشر. فلازم نجيب الزاوية زي جي دابليو الاول. فاحنا الحل يا حبيبي هنجيب زاوية زي جي دابليو عبارة عن تسعين كلها. طبعا دي تسعين. اهي الزاوية دي تسعين. ناقص تمنتاشر. طب ليه الزاوية دي تسعين? لانها تكمل زاوية اخرى تسعين. ومكملة الزاوية تسعين هي تسعين. لان دي بقى الثمانية ناس واحد سعر. بقى اتنين وسبعين الزاوية دي. سيفينتي تو. اكيد الناين اكس هي كمان صح? هي بالتقابل بالرأس. ناين اكس يساوي سيفينتي تو. القسمة على ناين. الطرفين ينتج اكس يساوي تمانية درجات. او تمانية. اتنون سبين اكس يساوي تمانية. هنا طلعنا قيمة اكس. دي سهلة جدا يلا وقف الفيديو وحل المسألة دي قابلي. زاوية متقابلتين بالرأس. اعلاقتهم ببعض. مين هيقول يا جماعة? نعم متساويتان. so five اكس. اه اه. five اكس بلس. ثيرتي is the same as one hundred توني في. يلا كامل الحله وقل لي في التعليقات ما الإجابة. واخيرا اعتقد دي اخر مسألة معانا النهاردة. يلا نحلها مع بعض. اذا كانت زاوية اي وبي متكاملتين. اه. وكان قياس زاوية ايه ثلاثة متكاملتين على طول انصحك اعمل كده والله اعمل خط مستقيم وقسمه بشعاع جدا جزئين ايه وبين متكاملتين مجموح مية وتمين درجة زاوية ايه ثلاثة امثال قياس زاوية بي يعني قياس زاوية ايه يزاوي ثلاثة امثال زاوية بي طيب تخيل دي ايه اهو ايه او دي بي مثلا ودي ايه اه اللي بعد بصوا ثلاثة امثال اللي بعد كلمة امثال هي قياس زاوية بي سميها اكس تمام ويرا من الاول قياس زاوية ايه ثلاثة امثال اكس اذا الزاوية هنا اكس قياسها والزاوية ايه هنا قياسها ثلاثة اكس اوجد قياس كل من ايه وبي طبعا العلامة الوحيدة العلاقة بين ايه وبين ان هم متكاملتين يعني مجموحهم كم درجة? مية وتمانين. تقول كده اكس زائد تلاتة اكس يساوي مية وتمانين. فاخد بالك ونحل المسألة عادة. اربعة اكس يساوي مية وتمانين بالقسمة على اربعة. ينتج اكس يساوي خمسة واربعين درجة. الاكس دي اصلا خياس زاوية بي. الاكس دي اذا ميجر اف انجل بي اه يساوي اه اه ونكتبها كده ميجر اف انجل بي يساوي خمسة واربعين درجة. اه لكن ميجر اف انجل ايه ادها تلات مرات اه? ولا قال لي اربعة انا عملها اربعة مرات اه انا اسف. اه لا صحيح صحيح مزبوط ده الاربعة مرات دول للمجموعة الاكسين. الميجر اف انجل ايه تأدها تلات امرات اهو قياس زاوية ايه تلات امثال بي? خلاص تلات امثال بي اضرب البي اللي طلعت دي في تلات. مش كده? تلاتة في خمسة بخمستاشر معنا الواحد. تلاتة في اربعة اتناشر واحد تلاتاشر. ايزا قياس زاوية ايه مية خمسة وتلاتين درجة. وبي خمسة اربعين فقط. ازا دايما المسائل اللي فيها امثال عشان ما تطلق بطش. اللي بعد كلمة ثلاث امثال او اربع امثال سميها اكس. والزاوية التانية بتبقى هي بقى تلاتة اكس او اربعة اكس المكتوب. تعالوا نشوف المسألة دي وحلوها معايا. مهارات التفكير العليا. قياس زاوية الدي بي اي يساوي الدي بي اي لزاوية اللي فوق دي بتساوي اه اللي هي الزاوية دي. اه قياسها وان بوينت زيرو بوينت وان اكس منس وينتو. وزاوية سي بي اي اللي جنبها عبارة عن زيرو بوينت ثري اكس منس ففتي فور. او قياس قيمة اكس. الله. بص يا جماعة ازاقلكوا حاجة. هنا ما قليش ان الزاوية دي قيمة صح? ملاحظين? ما قليش قياس زاوية دي بي سي قيمة. لكن المربع شايفين المربع الاحمر دا يا جماعة? المربع دا لا يغضع الا عزاوية القيمة. لما تلاقي زاوية مرسومة عليها علامة المربع دي الحمرة اللي انتو شايفينها معناها ان الزاوية دي تسعين درجة على طول مباشرة اعتبرها مكتوبة في المسألة. فكل ما عليك ان ان انت تجمع جزئي الزاوية اهو دا ودا زيرو بوينت تري اكس ماينس فيفتي فور بلاس زيرو بوينت وان اكس ماينس توينتي تو وتقول تسعين. والله. عمور سهلة امور جميلة. يلا نجمع الحدود المتشابهة. نرجع للجبر الجميل اللي عارفينه قبل كده. زيرو بوينت تري زيرو بوينت فور اكس. ولما نجمع عددين سالب فاكرين نحط السالب ونجمع اربعة زائد اتنين ستة وخمسة واتنين سبعة حاجة جميلة ايه جمال دا? يلا نعمل بالعملية العكسية. دلوقتي انا كل دا ببسط المعادلة. دلوقتي هتحلي بالعملية العكسية. بجامع سيفينتي سيكس على الطرفين. اهو بقته شطار. بتقدروا تحلوا اسر عاملني كمان. زيرو بوينت فور اكس از ايكل تو سيكس. الناين بلاس سيفين سيكستين هي كمان. وبالقسمة على زيرو بوينت فور. على زيرو بوينت فور يعني قيمة اكس عندنا. اكس يساوي. طبعا لما اضرب في عشرة بصا ومقاما بحيث تكون الاجابة اه وان سيكس سيكس زيرو تحت فور. دلوقتي ايه اسم الحاجة هتطلع معاك? اهو. ستاشر على اربعة اربعة. ملاحظ ما يديك ارقام تقبل الاسم على طول. وحاجات سهلة. ستة على اربعة واحد بقي فيها اتنين. تتحط هنا. عشرين على اربعة خمس. ازا قيمة اكس دي يا جماعة ربعمية وخمستاشر درجة. او الزاويتين اه مجموحهم تسعين درجة. لو عاست اتاكد من الحل. اه تفوتوا تشيك يور انسر. زيرو بوينت فور درب ربعمية وخمستاشر. ناقص سبعة وستين. احاول كده تحلها. اتليها بتديك تسعين. اه بالزبط. اوكي. يعطيكم الف عافية حبيبي. شكرا. اتمنى تكونوا سفرتم من درس اليوم. واراكم على خير. شكرا جزيلا.